أهم مورد اقتصادي في العراق بل يكاد يكون المورد الوحيد وعصب قيام الدولة يشهد حالة من عدم الاستقرار بحسب خبراء عالميين في المجال الاقتصادي بحثون في منصة الطاقة في واشنطن قالوا إن انتاج النفط في العراق يشهد ضبابية غير مسبوقة وتحديات كبيرة أبرزها عدم إقبال الشركات العالمية الكبرى على جولات التراخيص الأخيرة سواء ملحق جولة التراخيص الخامسة أو جولة التراخيص السادسة رغم تقديم الدولة امتيازات للشركات هذه الضبابية تتعلق بحجم إنتاج النفط وتقديراته المستقبلية حيث من المعروف أن بغداد تنتج حاليا نحو 4 ملايين و300 ألف برميل يوميا ويبلغ حجم الاستهلاك الداخلي نحو 900 ألف برميل يوميا بينما تتجه الكميات الباقية للتصدير وفي المستقبل توقعت وزارة النفط أن يبلغ حجم الإنتاج 7 ملايين برميل يوميا ولكن بالعودة إلى أكثر من 10 سنوات مضت وضعت بغداد هدفا للوصول إلى 12 مليون برميل يوميا وهو هدف صعب جدا في ظل التحديات التي تشهدها البلد قانون النفط والغاز الذي كان متوقعا تشريعه قبل 10 سنوات أو أكثر ولا يزال غير مشرى حتى الآن ساهم في زيادة الضبابية ودفع كثيرا من الشركات الغربية بشكل خاص للتعامل مع المخاطر بصورة كبيرة جدا لذلك فإن بغداد حاليا في وضع يجب عليها أولا حل أزماتها الداخلية خاصة مع أربيل بصورة رئيسة إذ أن إنتاج النفط والتصدير من كردستان العراق إلى تركيا متوقف حاليا وهو أمر يزيد بدوره من قلق المستثمرين والمشترين فقد كانت أربيل تصدر نحو 300 ألف برميل يوميا وفجأة توقفت السياسات الحكومية الخاطئة في التعامل مع الملف النفطي وصفقات الفساد المرتبطة بالشركات المستثمرة تجعل العراق في تحدي خطير يتعلق بأهم مورد يحدد مصير البلاد